الدخلية والجهاز الامن الوطني طبعا في القلب استطاعوا ان هم يضبطوا شقة فيها متفجرات شقة دي في مساكن دهشور في الجسم المسألة جات ببساطة شديدة انه قبل عدة ايام تم القاء القبض على احد الارهابين المنتمي لي احدى الخلايا وبالتحقيق معها الراجل قال يعني دل على انه في شقة الشقة دي فيها متفجرات خدوا قصد النيابة وراحوا لقوا انه الشقة فعلا في حوالي 35 كيلو متفجرات اللي هي بقى المستلزمات التفجير يعني لقوا المتفجرات ومستلزمات التفجير يعني انتوا لو سمعتوا الحاجات اللي لقوها اللي هو سخان بداخله مواد TNT وسي فور وانطارات شديدة لانفجار لقوا كمان خمس قنابل معدة للتفجير بتشوفوا حضراتكم وهو المضبوطات وخمستاشر كومبلة تحت التجهيز وسبع ريموت كنترول وأربع بطاريات ومجموعة مؤقتات وأكياس من مواد أخرى يتولى خبراء المفرقات والأدلة الجنائية تحديد نوعها طيب الارهابي اللي دل على هذه الشقة ما قال شقال انه كان في مجموعة موجودة في الشقة دي والشقة دي فيها متفجرات لما راحوا لقوا الشقة وفيها المتفجرات وملقوش المجموعة الارهابية تحريات الاولية بتشير الى انه هذه الكمية من المتفجرات كانت تعد ليه عملية كبيرة بتلغيم سيارة ليه تفجيرها في يعني بعض المناطق الحيوية وامام بعض المنشآت الحيوية قدامنا يعني عملي يعني حلقة من حلقات المعركة اللي موجودة بيننا وبين الارهابية وانا ده المثلث الاول العصور على شقة فيها هذه المتفجرات 35 35 35 كيلو متفجرات كتير وبعدين يبدو ان هذه الشقة كانت هي المخزن بتاع كل العمليات اللي بتحصل في الجيزة يعني مش بس مجرد انه كانت في عملية لا العمليات الاخرى اللي تمت قبل كده سيبدو ان الشقة دي كانت المخزن الاساس او اللي بيوردوا منها المتفجرات للعمليات الاخرى